الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن تاريخ الجندية المصرية تاريخ مشرف ويكفي ما قاله في حق أبناء مصر وأجناد مصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل سيفتح عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض وإنهم وأهليهم وزويهم في غباط إلى يوم القيامة ومن أيام هذا النصر نصر أكتوبر العظيم في العاشر من رمضان النوافق السادس من أكتوبر حيث سطرت الجندية المصرية وقوات قواتنا المسلحة المصرية صفحة بيضاء عزيزة نقية استعادت فيها الأرض والعرض والكرامة وما زالت وستظل قواتنا المصرية الباسلة لأبنائها الذين وصفهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير أجناد رسنا قويا حصينا لأبل دولتنا ولأمتنا ولأمان وسلام الإنسانية جمعا ومن عظمة هذه الجندية أن كل جيل منها يقدم من دمه فداء وتضحية لهذه الأرض يقدمون أنفسهم أخيصة لله عز وجل في سبيل هذا الوطن الذي هو حصن للدين وحصن للعروبة وحصن للإنسانية محتسبين ذلك عند الله عز وجل على أن جيلنا الجديد من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة يؤدون مهاما متعددة في خدمة الوطن فكما يشهد الجميع يد تحمي وتحص وأخى تبني وتعمر وليست مواجهات اليوم كمواجهات الأمس مواجهات الأمس كانت تواجه عدوا واضحا معلوما في مواجهة واضحة يعرف فيها العدو من الصديق ولكن للأسف الشديد مواجهات الآن تختلف عما قبل فأنت تواجه أعداء منهم العدو الظاهر ومنهم العدو المخفي وظلم زو القرب أشد مضادة على المرء على المرء من حد الحسام المعلمي نواجه حروبا متعددة حروبا مادية وحروبا معنوية فتحية وتقديعا لأبناء قواتنا المسلحة الباسلة في هذه الزكرة العظيمة زكرة السادس من أكتوبر مؤكدين أن ما يقدمون من تضحيات في سبيل دينهم ووطنهم لن تذهب هباء أبدا فإن الله عز وجل لا يضيع أجر ولا أجر المؤمنين ولا أجر المجاهدين في سبيل الدفاع عن أرضهم وعرضهم ووطنهم ويكفي أن نزكاهم بقول الله تعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقوله سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء بل أحياء وفي الحديث الصحيح أن أم الربيع بن طلباء وهي أم حارثة بن صعاقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قد استشهد يوم بد فقالت إن كان في الجنة صبارت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها ونقول لأم كل شهيد كوني كأم الربيع بنت البراء اصبري واحتسبي فإن ابنك في الفردوس الأعلى نقول لكل أم شهيد ما قاله سيدنا أصول الله لأم الربيع عندما قال إنها جنان في الجنة وإن ابنك إن شاء الله أصاب الفردوس الأعلى منها نسأل الله أن يتغمد شهداءنا من أبناء قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية وكل الشهداء من الوطنيين الشعفاء الذين ضحوا ويضحون بأنفسهم وأموالهم في سبيل وطنهم أن يتغمد كل من ضحى ولقي الله شهيدا بواسع رحمته وأن يسكنوا فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبع والسلوان وأن يمنى على المصابين من أبناء وطننا من المجاهدين المناضلين المدافعين عن أرضنا ووطننا بالشفاء العاجل إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة